السلام عليكم كل المتتبعي قناة جزائري في إسبانيا تحية كبيرة لكم أينما كنتم اليوم رجعت لكم في فيديو جديد كما عودتكم بالخميس والجمعة رح كان دو فيديو لكن قبل ما نبدأ في الفيديو تاعي اليوم نتمنى منكم تصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم رح نيجيتكم بخبرين والخبرين مفرحين إن شاء الله الخبر الأول اللي هو خاص بحزب الفوكس اللي شن حملة كبيرة وكبيرة جدا على اليوتيوبرز اللي راهم داخل دولة إسبانيا لكن الوزير الهجراء اللي يملك السلطة الحمد لله وبفضل الله السميع علي دافع للقضية تعنا وقال كلمة حق من داخل البرلمان ونحمد ربي لأن الحق ظهر وانا نشكر كل اليوتيوبرز خوتي اللي راهم يبدلوا في المجهودات من أجل أن تستفيد الناس من المعلومات تاحهم الآن نروحوا للموضوع الثاني الموضوع الثاني هو خاص بالناس اللي تحصلوا على فيزا شنجن في وقت كوفيد ديزناف أو في وقت مرض الكورونا أو فيروس الكورونا الناس هذورهم يتسألوا ويقول لك زعمحنا راح تكون عندنا قوانين معينة أو سنعيد الدفع بطريقة تلقائية أو ماذا أو سوو راح يجددونا الفيزا ويعطونا فيزا أخرى في مكانها نعم هذا هو الجواب بالنسبة للناس هذو المتحصلين على فيزا شنجن في وقت الكورونا قررت جميع القنصليات منها الفيزاس والتيالاس والبيالاس أن تعطيهم فيزا شنجن أي تعوذهم عن هذه الفيزا لأن طبعا الناس هذورهم ما استفادوش من الفيزا ما خرجوش بها كأنه خسر ردراه مو ودفع ووجراه ومنا وراح وجاء وفي الأخر كأنه ما تحصلش على الفيزا لأنه هو خدمة ما هو عمل الفيزا عمل الفيزا أن الإنسان لما يتحصل على فيزا شنجن يسافر إلى أوروبا لغرض الدراسة أو العلاج أو السياحة أو العديد من النشاطة الأخرى لكن الناس هذو ما استفادوش من الفيزا لذا قرروا أنهم راح يجددونهم أنه راح يعطوهم فيزا واحدة أخرى مع بعض الشروط البسيطة أولا هو نموذج طلب نموذج يوضح مواعيد الصفر الجديدة للناس اللي تحصلت على فيزا في زمن الكورونا طبعا لازم هذا كما نحكو الفورميلير لازم يتجدد حاجة أخرى ثانية نحب نقول هلكم بالنسبة للناس تسقصي على الموعد نعم لازم تعودوا تحجزوا موعد واحدة أخر هذه حاجة ضرورية الحاجة الأخرى اللي هي زج تصور هذه حاجة سهلة ما هيش حاجة صعيبة جواز الصفر اللي يحتوي على التأشير الصادرة هذه طبعا تلقائيا الإنسان لازم يتفحها ويقول لك تكون غير مستخدمة طبعا هم الناس هذو أصلا كما كنت راني نحكي ما استفادوش من الفيزا هذي وما سفروش وما خرجوش وما راحوش للدول الأوروبية طلب توضيحي على إلغاء الرحلة السابقة وإثبات الرحلة الجديدة المقترحة وما نلسوش حاجة الفندق وبالنسبة للناس اللي عندهم إبرجومو لازم يعودوا يجددوها لازم تكون عندهم إبرجومو بتاريخ مجدد وتحديث تأمين الصفر الطبي هذا ثاني أيضا أراه يلزم لكن آسف بالنسبة للشاهد الإبرجومو الناس اللي يعطوهم ما يحتاجش أن يجددها أو بمعنى أصح ما يحتاجهش أصلا با نتفاهمه لكن هذه بالنسبة للناس اللي دفعوا ورجعونهم الدوسيتاحهم مع الريزرفاشون عفوا مع الاسيرونس دوفوياج هنا لازم يعرف أن الملف تتاعه لم يدرس لأنه لم يتحصل على ورقة الروفي وطبعا تجديد تأمين الصفر الطبي هذا أراه معروف اللي هي أصيل الدوفوياج هذه لازم تتجدد لأن حقيقة الناس هذو أراهم يتساءلوا ويقول لك حنا ما استفدناش والحمد لله راح يعوضوكم إن شاء الله وبالنسبة للمستحقات الفيزا اللي هي تقدر بمليون ومئتين دينور جزائري كاين نسبة كبيرة من الناس يقول لك زي ما تخلص ولا ما تخلصش وكاين الفئة هذه تقول لك كاين اللي يخلصوا وكاين لا نعم كاين اللي يخلصوا عليه وكاين لا الظروف مجهولة ولا أحد يعلمها بها ما يبدوش يفتعوا لكم ويجبوكم في الحضرات على الطوار هذه والحضرات الزايدة كاين اللي يخلص وكاين لا والتوضيح راح يكون الداخل في مكتب في مكتب الاستلام تأشيرة الفيزا شنغن وأتمنى من الله عز وجل أن يفوق كل إخواني وأخواتي في الله أن يوفقكم في ما تريدون إن شاء الله وأن يحقق كل أمانيكم بإذنه السميع العليم درك ما تنسوش بارتاجيه بارتاجيه الفيديو هذا للمكسيمو باقي الحق يا أخوتنا ويستفدوا منه إن شاء الله وارجع الاشتراك في القناة وتعليل جرس التنبيهات لكي يصلككم كل جديد والسلام عليكم إلى اللقاء